ما حكم من جامع امرأته في ليلة من لايل رمضان ثم نام ولم يغتسل حتى أذن الفجر وأوشك المؤذن أن يقيم الصلاة لصلاة الفجر وهو جنب وصائل ما حكمه؟ الحكم أن يقوم وأن يغتسله وأن يسرع بذلك لإدراك الصلاة فحسب وإلا فالصيامه صحيح ولا شيء عليه على الإطلاق ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن جميعا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم فمن أتى مرأته بالليل وأذن عليه الفجر وهو صائم وقد عقد النية على الصيام فلا شيء عليه ولا حرج على الإطلاق عليها أن يسرع فقط بالاغتسال وأن يعجل ليدرك صلاة الفجر في بيت من بيوت الله ولا شيء ولا حرج عليه